السلام عليكم ازاك يا شباب ان شاء الله النهاردة في الفيديو دي هنتكلم عن الكاريس بيس احنا الى حد الوقت كل الكاريس بيس اللي احنا استخدمناه هو الRGB او الGBGR تمام بس في كاريس بيس كتير شابه الHSV الAB والكلام ده كله فان شاء الله هنوضح النهاردة استخدامهم والفرق ما بينهم والكلام ده كله تمام فاول حاجة يعني شابه كل مرة بردك هنجيب الصورة ونعرضهم تمام وبعدك احنا قلنا الكاريس بيس ديت يعني ايه اوبن سي فيبت يعني فيه كاريس بيس كتير هتدعمها شابه الGrey والHSV والLAB والكلام ده كله تمام طبعا كل بقى كل مشروع بيختلف عن التانى على حسب انت استخدمك لدرجة الالوان او الColouris بيس اللي انت هتستخدمه او ايه يعني نوع النظام بتاع الالوان انت هتستخدمه تمام فيعني مثلا ايه الجري ديت بيحول لك بيحول لك الصورة بعد ما كانت ملونة او بالوان بيحولها للابياد واسود يعني بعد ما كانت الصورة بالثلاثة تشينال بيخليها بيتشينال واحدة بس تمام مثلا الColour to HSV الHSV ديت معناه ايه؟ هيوست يوريشن فاليو تمام؟ هيوست يوريشن فاليو فهو ديت يعني ايه قريبة جدا من درجة تفهم الانسان للون وكلام ده كل يعني فالColouris بيس كتيرة جدا ويعني لها اكتر من استخدام وانت ممكن تستخدمها لحسب مشروع بتاعك فانت تشوف مثلا مشروع يعني مثلا بالطلب ان انا الصورة اللي عندي ان انا حاولها للابياد واسود وبعدك اكامل عليها بروسسنج وكلام ده كل فلازم تستخدم الجري او احاولها الHSV وكلام ده كل فعلى حسب الاستخدام بتاعك بقى او كده يعني فانت بتحول اللون او color space على اللي انت عايزه يعني تمام؟ طب الطرقة العادية ان احنا بنتستخدمها بتحاول color convert color ديت CVT color ديت بتحول لك الصورة بتادي لها الصورة الاصلية وبعدك اها تادي لها انت عايز تحولها الان واحدة فالcolor space نحن استخدمها نقول له CVT.color وبعدك بGR.gr انت طبعا بGR ليه عشان الصورة الاصلية اللي عندنا بGR تمام؟ وبعدك اها 2 وبعدك اها من الطبقة الجديدة او color space الجديدة انت عايز تستخدمه gray ونفس الكلام بالHSV ونفس الكلام بالنسبة للاب تمام؟ بعدك اها بعد worked on the right ولك لقد قادر اها جيدة تمام؟ فى دто الصورة الاصلية اللي عندنا ف انت بorangظرت الصورة الاصلية اللي عندنا وده grey دência الصورة colored orange ouxland يعني هو بيقول الHSV ديت크 درجة بتبقى قريبة من درجة فهم انسان لللون هم عاملينها عشان كده يعني الانسان بيشوف ان يفهم ان لوان ازاي هم عادلينها على اساس الكلام كده تمام؟ واللب بردك نفس الكلام قريبة منها برده فى كل واحدة هلوها تستخدم على وعلى حسب المشروع وعلى حسب الابليكيشن انت هتستخدمه كده تمام فهو ال color space لها استخدامات كتيرة بس يعني كم اننا يعني لسه في البداية والكلام ده كله فخليك انت بس مركز مع ال PGR تمام وخليك انت شغل عليها بس لو في مشروع مثلا الحاجة تطلب ان انت تغير color space او تعمل اي حاجة تانية فتمام انت عارف دلوقت انت ممكن ازاي تغير color space والكلام ده كله تمام فبس فهو دي الفيديو كان سريع كده يعني عشان color space هو مهم جدا ومعقب برضك ونفس الوقت كبير ويعني ممكن يفرق معك جامل جدا بس فهو دي نهاية الفيديو يا رب يكون عجبك واستفدتوا منه واريت لو لسه مشرفش معنا في القناة انزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس ولعجبك الفيديو ياريت تعمل واقعك وتشاره مع صحابك واشوفكم الفيديو الجان شاء الله يلا سامو عليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر